عاوزة ابتدي بموضوع اتكلمتي في مبارح وطرحناه على حضراتكم وهو كشف المنشطات على لعب الدوري المصري هل الكشف المنشطات ده بيتم بشكل مستمر عشان كل نادي ياخد حقه ونحمي ولادنا كل لعبة الاندية بالمناسبة لكن انا بتكلم هنا عن نادي الاهلي ونحمي ولادنا من خطر المنشطات والحفاظ على مبدأ اللعب النظيف النهاردة في احد الجرائد وفي احد المواقع الرد كان اللي طرحناه مبارح بعنوان المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تكثف ده في اليوم السابع تكثف التواجد بالمباريات في جولات نهاية الدوري الخبر تضمن تصريحات للدكتور حازم خميس رئيس مجلس ادارة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات اكد فيها انه حسب تعليمات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات يتواجد مندوب المنظمة المصرية في المباراة المقرر تواجده بها ثم يتسلم قبل بداية المباراة من اداري الفريقين قائمة بارقام اللاعبين الاساسيين والاحتياط في المباراة وبين شوطين يتم الاختيار اتنين من لاعب كل فريق بشكل عشوائي في وجود مندوب الفريقين ودون معرفة اي مندوب الفريقين او مندوب المنظمة بالارقام المختارة وكل رقم يسحب يوقع عليه مندوب الفريقين ومندوب المنظمة على الظرف من الخارج وتابع قبل دقائق من نهاية المباراة يفتح المندوب كل فريق ظرف الارقام امام مندوب المنظمة لمعرفة اسماء اللاعبين الذين وقع الاختيار عليهم وفور نهاية المباراة يتم استحاب اللاعبين الى غرفة الكشف عن المنشطات لاخذ العينات في زكاجة خاصة هاي الدكتور حازم انا على فكرة انا الكلام ده مبارح قلته لما جي في دماغي ولكن بالمناسبة الاستاذ ابو المعاطي زكي قال هذا الكلام قبلين بيوم او بيومين اسد زيتنا الاستاذ مهندس عدل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي تكلموا في هذا الامر وبالتالي وجب نحن ننوه لان انا في ناس الحقيقة بعثت لي مبارح او لما خلصت قالوا لي ده الاستاذ ابو المعاطي تكلم في هذا الامر يبقى لازم نقول ان الاستاذ ابو المعاطي تكلم في هذا الامر ابو المعاطي زكي وايضا اسد زيتنا الاستاذ عدل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي تكلموا ايضا في هذا الامر وبالتالي احنا بشكر جدا جدا الدكتور حازم ولكن قول لي يا فندم هيفضل كده ولا عشان الجوالات الأخيرة فقط هيفضل كده للنهاية ولا مش هنفضل كده للنهاية هنفضل كده مع بداية الموسم اللي جاي ولا مش هنفضل كده مع بداية الموسم اللي جاي محتاجين أن نعرف كل هذه الأمور ده كلام كله محترم بالمناسبة ولكن برضو يا دكتور حاز أخبار نتائج التحقيقات ايه هل عندنا ضمانة لعدم تكرار قصة أحد اللاعبين مش هقول مين ما هو معروف يعني انت لما تم الإعلان عنه كريم بامبو لما تم إخفاء مشكلته لحد انتهاء الموسم السنة اللي فاتت هل عندنا ضمانة ان ده ما يحصلش تاني نتمنى بعد نهاية هذا الموسم ما يبقاش فيه مفاجآت جديدة على غرار مفاجأة كريم بامبو نتمنى يكون هناك أو تكون الأمور واضحة إسلام الشاطر عنده مشكلة يطلع تقول حضرتك أن إسلام الشاطر عنده مشكلة يجب أن يكون هناك شفافية في هذا العمر وشكرا على الاستجابة السريعة لكل المجموعة اللي اشتغلت في هذا الأمر زي ما قلت لحضراتكم أستاذ أبو المعاطي زكي المهندس عدل القيعي أستاذ إبراهيم المنيسي لازم يا جماعة أصلا ناس بتقول لي أنت بتقولي الكلام دا اللي بقولي الكلام دا لأنه لازم أدي لكل واحد حقه أستاذ أبو المعاطي اكتهد وقال أنا هفتح أنا سمعته الحقيقة لما اتبعتلي فسمعته قال كده قال أنا هكتهد وافتح الموضوع دا خلال الفترة جاي حقه أن احنا نقول عليه المهندس عدل القيعي وأستاذ إبراهيم المنيسي حقهم قالوا هنفتح الفترة اللي جاي في هذا الكلام حقهم بالمناسبة والله أنا ما كنت سمعت هنا ولا هنا لكن لما سمعت قلت لازم كنت أقول هذا الكلام أنا لما اتكلمت مبارح والله كان من دماغي فشكرا لكل الناس وأنا واحد من المساندين إن شاء الله خلال الفترة القادمة للأستاذ أبو المعاطي أو للمهندس عدل القيعي والأستاذ إبراهيم المنيسي في هذا الأمر لو احتجتوني في أي حاجة أنا يعني تحت أمركم في هذه الأمور لأنه في النهاية هيعود على النادي الأهلي وحيعود على السبعة عشر فريق بالمناسبة عايزين دور نضيف